انا بجد زيت وقرفت ومش عارف اعمل اي يعني بصراحة انا زيت اد انا حسن انا ده بيتي ده مش بيتي افتح يا عليمير ازاي يا كريم خير يا سيتي في ايه اي ما جيبت اللي عباية بتاعت اللي انا لسه شريها جديدة بالتيكت بتاعها الاسبوع اللي فات مش لقيها في الدولاب يعني اي يعني مش لقيها في الدولاب اكيد هتلاقي ناسيها عند ممتك منت يومها كنت نازلة معاك اختك ولا حاج ولا كنت بدلت في حاجة اختك ولا حاج يا سلام اما انا لما جيت هنا وراتها المين مش كنت وراتها لك يبقى انا جبتها البيت بس انا مش لقيها ومش عارفها هي فينها مصيبة تطوري بس كويسة اتلاقيها كده ولا كده ولا تكون مثلا في الدولاب العيال ولا حاجة تكون حد منعلق عن هالك عنده ولا حاجة لا طبعا عباية اللي هيخضوها عشان يعلقها عندهم اما اللي يعني يا ستة اكون راح يتفن يعني اقولك راح يتفن بس انت طبعا عمرك ما هتسدانه وتقولي طبعا انت كذابة انا مش موجودة وانا متأكرة من الكلام اللي انا بقوله لك لان مش اول مرة ما لقيش يضم من حكتي ولا مكياجه بارفنات بالاهم مختفية ومش موجودة في البيت خالص واجب عدالة الاجباع اللي بعديها لقاهم تاني موجودين على التسريحة هي امك واختك اللي بتلاه انا مش موجودة يخضو الهم عايزينه وبعد ما يخلصوه خلاص يطلعهولي ام واختك اللي يخضو حكتك دي لا طبعا استحال ام تعمل حاجة زي كده ما تقدرش تعمل حاجة زي كده وتطلع البيت حتى وانا مش موجود ده انا كنت بتحيلة عليها تطلع تتاخد جلزة مية الساعة من عندي في التلاجة ايام ما كانت تلاجيتها بازا كتقولي لا يا ابني ما مطلعش شايتك وانت مش موجود فيها يقوموا يطلعهم وياخدوا حكتك كمان ايو ايو انا بقولك انا متأكدة من كده روح روح يفتح يشوفي مين هطلعهم واختة حرامية على الاخر الزمن ايه الكلام بتاعك العبيد ده حاسبي حاسبي ياختي حاسبي ياختي كده هة تخريلي ايه ايا ست مياد مش عقبك عايزة تطلعينها حرامية كمان ايه يااختي هكتي بطلع علي انا وبنت حرامية اللي ايه ياختي عندك اي اختي نسرقه والا عندك اي اختي نغده من عندك لا فوق كده النفسك واتكلمي عدل ايه يا ماما في ايه خير انا سمعاها بودانو يتقول علي انا حرامية انا واختك قال إيه نطلع للبيت عندك يا فيا ونسل أحاجات من عندك وننزل ونرجع لنحطها لك تاني شب الصدفة كنت أطلعها لك عشان أقولك يا حبيبي تعال تغدى معي النهاردة عشان هي هتروحها نضمها كنت جاي عشان أقولك تعال اتعالي كل عندي آه سمعت سمعت بقداني كل حاجة لا لا أنت فاهمة غلط يا حاجة يا مكتش بتقول عليكم لا أنا سمعت بقداني كل حاجة قلت يا بيت يا مادة ولا ما قلتش لا ما قلتش أن أنت حرمية قلتوا أنتوا بتطلعوا البيت ولا مش موجودة وتاخدوا حاجات من حتي أولا ده اللي أنا قلتوا ده ألعن وقدان لسبيله قال أب نطلعوا عنده ومش مقولي يا أخت نطلعوا أنتوا مش موجودين عشان آه يا أخت لا لا عندك الدهب اللي قدي كده ولا الفلوس اللي قدي كده عشان نطلع وناخدها حلوة قوي دي أنا أخد من عندك خلاص بنتي دهت عليها الدنيا هاتيك تلبس من لبسك أيها في حاجات من حاجة نقصة وحاجات لسه شريحة جديدة بالتيكت بتاعها مش موجود وبارفنطها بكرة اتخذت ورجعت لي تاني وأنا مكنتش باتكلم ولا بقول وقول مش مشكلة لكن توصل اتخذ حاجة أنا لسه ما لبيستهاش ده يبقى كتير قوي يعني وقلت أدب بس بقى بس بقى كلام يا ملوش ريحت للطعم بقى ماينفعش كده ايه يا ماما ما لها صوتها علي عليك كده ليه البيت يا اختي بتقول ان احنا منطلع في البيت هنا من وراها وناخد حاجتها السو تفاهم بس يا حاجة كده وخلاص رح لحالة مكنتش اصداقه لا ما هي ميادة اصداق هي طول عمرها كده الغوية كده هو عاكنانا ووجع الدماغ وكلام ملوش ريحت اللازمة ايه عايزة تقطعنا وتخلنا نتخنق معاك وتبعدنا عنا عشان شافة ان احنا بنحبك وانت بتحبنا ومربوطين ببعض جده عايزة تفصلنا عن بعض بس انا عمري ما انا اقول هالك وقال عمري هتخانق مع اخوي عشان خطر سيادتك يعني يلا يا مام يلا يا مام انا نزل استني بس استني يا سماع كده هو خاص بي الله نعمل وكيل فيك عايزة توقع لخوات في بعضهم وتطلعنا قدام ابني ان احنا حرامية عجبك كده ارتحتي تفضلي بقى صلاح الدنيا بقى زي ما بوستها كده بصراحة بلسانك اللي زي السم ده وانا قلت حاجة ولا عملت حاجة انا قلت في حاجات نقصة في بيتي ومامتك يا الوحيدة لمعانا مفتاحة اكيد هي اللي بتطلع هي واختك اقول لي كده مش عايز كلام كتير اتفضلي بقى ايه صالح امي وصالح اختي بقى ماشي يا حماتي ما تزعلش مني ما كانش قصدي يعني ان انتو حرامية ولا حاجة احقك على جمال ماشي ماشي يا ست ميادة عشان خطر جزك بس خلاص ادخلات بخانة بقى الاكل واللعمل ايه لا طبعا انزل صالح اختي زي ما زعلتها وزي ما سمعت كلامك السم ده لازم تصلحيها تطلعي بعدين وما بقى خلاص الغداء وهي ما تبقى تطلع ولا حاجة او انا قبلتها بالصدفة يعني عسلمها بقى صالحها دلوقتي حانا تنزلت صالحيها خدها يا مو معاك وانت نازل يلا يا ست ميادة يلا عشان تصلح بنتي بقولك يا ماما انا اخرج شوية مع اصحاب النهاردة ومل وملب المك خـرفي واتفسحي وانبسTA وما انا انت عايشة ليه مشاشا انت مبسطت وتتفسحي وظيء ايه ابن الحلال كده يشوف الشهر هو واشوف الشهر الابداء ان شاء الله ان شاء الله اجمل عروصة هنا بب tv العدر ان شاء الله السلام عليكم احتلالوا و بركاته احمد لمشا اتقولك يا ماما انتها اشترا شوية محتاجات من تحت وهذه الماما وانتهى بالليل ان شاء الله وانت asked thiszon خبيب لم شبح شئي محصا معايا حاجت لا متشكرة عندي كل حاجة الحمد لله وانتي يا سماح مش عايزة حاجة؟ لا شكرا ميرسي طيب انا قلت بس اما عرفكم ان انا هنزل ومش اجغر بالليل يلا سلاموا عليكم بالسلامة يخطو القلب دا عيلك بقولك ايا بيتي يا سماح اطلعيلي فوق انا محتاجة ازاز الزيت وكس سكر وانا معايش اختفلسة اشتري الحاجات دي اطلع البيت كده في الدرا كده بشوش وهتلي ازاز الزيت وكس سكر يوه تاني يا ماما ماما حنستع مني يا خناقة ومشكلة قبل كده من اسبوع بسبب الموضوع دا ماما خلاص بقى افردي بقى ابنك بقى كشفني ولا حاجة بمنظرنا عامل ازاي يا بيت يا بيت اخوكي مش فوق اصلا في الشوم وامراته نزل تقى وقتلك مش هتجي الا بالليل واكد واخد العيال معاها انا هتروح تقعد عن ضمها وهتسيب العيال هنا لواحدهم عمرها ما عملتها هتلاقي البيت فاضي فوق وبالمرة شوفي لك كده حاجة ولا بتاع كده عشان تاخدها وتلبسها وأنت خرجا النهاردة مع الاصحابك عشان نشوفوك كده كل يوم بتاقم جديد ويوه ولو ان والله ما عايز اطلع ولا ادخل شقتهم ديت خلاص كفاة بقى اللي جراننا يا بنت خلاص بقى قتلك مش جاية اماشي يا ماما والمرة شوفي تاقم كده على رأيك هلبسه كده عشان العيال يشوفونا كده كل ما ملبسه ولاخرج معاما شوفونا كده بتاقم جديد بقولك ايه افين المفتاح عشان كم انا رجع العباية بتاعتها جوا عكم دينو في مكانو الله رش المؤطر اللي انا بحبه ومروقة البيت ومخليها زي الفل عشان لما ترجع هي وجوزها والعيلة والبيت نظيف نصحة نصحة طول عمرها ميدة دي هاي يا حبيبي كله بصوت والصورة اهو اختك قدامك اهي اه 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 انت مش قلت ان انت نازلة اه اه اللي جابك اصطف ما كنتش مسدقني يا حبيبي بما اقول لك امك واختك بيطلعهم من وراي اهو عادين استورتهم لك اه اعرفتهم ان انا نازلة واما طبعا خدوا الامان زي ما بيعملوا كل مرة وطلعهم عايزين بقى ياخدوا من عندنا حاجات وفي الاخر يقول لك احنا ما اطلعناش شقة ايتك ولا اخدنا منك حاجة يا ماما يا ماما هاي الوقت صدقت بقى يا حبيبي ان هم بيطلعوا فعلا الشقة من ورانا ده اللي انت بتعمليه ده يا ميادة ده بس مباشر يا حماتي عشان بصي ابنك ما واش مصدق ما واش مصدق ان انت بتطلعوا الشقة من وراي قولي لا امي ما تعملهاش اهي يا حبيبي امك واختك هم وقدام الجروبة بتاع العيلة مسورك اهو انت مسورانها بيت ومنزلانها في الجروبة بتاع العيلة اه ومشاء الله كلهم اونلاين وفتحانوا بيتفرجوا يا حماتي منظركوا جميل خالص والله العظيم اهو داخلين اتاخدوا حكتي وتسرقوا حكتي وما بقول لجوز وما بيصدقنيه واده هو كمان شاف معاهم اهو ده قلة ادب والله والله العظيم اللي انت بتعمله ده قلة ادب وانا مش هسكت فكرا يعني اللي انا هخاف يا حبيبتان انا طلع شقة ابني ايه المشكلة انا طلع شقة ابني واخد اللي انا عايزاه وبمزاجه وبرحتي ما هو اللي جايب يا حبيبتي انت ايه مالك انت اخد ولا ما اخدش انت مالك متغزة ومن كده لايه عشان دايما وقف في صفه ووقف معايا وبيحمي لامه واخته يا سلام دلوقتي ايه يعني باخد من خير ابني وحكبني وكنت بما واجهتك من الاسبوع وانت اخدش وانت كنت واخدين اليدون بتاعتي وهي بنتك هاي حط العوية بتاعتي اللي كانت نقصة على ظهر الكرش برا هو يعني هي اللي كانت واخدها وطلعت وتحمقت قوي وتأسفي لاختي وتأسفي لامي ومعليش يا ماما ومعليش يا ست سماح وخلتنا تأسف لكم على ايه وانا عارفة من جواي ان انتوا لوغذين الحاجات دي بس انا الحبيب بس ماشي الدنيا وقلت هزبط لجز بطريقتي ازاي انتوا بتطلعوا البيت من وراي والحمد لله سبتتها الجز وسبتتها الكل اللي في العيلة كلهم عشان يشوفوكم تطلعين كده من وراي وبتسرقوا حكتي ولا يهمنا يا حبيبتي واعلى مفخيلك ركبية وانتنفكر ان ابنها هيسكت عنك ولا هيعدهالك بالسهل لا ده تبع الطلاق وبخرب بيتك تنفكر ان ابنها هيعدهالك بالسهل صحيح وانك تطلع مامته ووفته حرميين قدام العيلة كلها والله ما هيسكتلك والله بقى يسكتلي ما يسكتليش ما عادش تفرق معايا انا مغلطتش ولا خدت حاجة مش من حقي انا شقيت اتفتحت وانا مش موجودة ومش من اول مرة ده تفتحت كزا مرة كل مرة لقى حاجات من حق ناص وبرداش اتكلم لكن مرادك هتلعبايا لسه جديدة ولسه ما لبيستهاش وعيبه ايه اللي تزوق انك تطلعه كده وتفتحه حكتي وتنكره كمان ودخلينها تأسف لك واقولك انا اسفة وهو طفطب على دية وبصرص دية تقولها معلش وسامحين هو ايه ايه اللي بيجرى ده تعال تعال يا ابني تعال يا حبيب امك شوف امك واختك هما بيبهدولوا قدام العيل عشان خاطر مراتك تماما بتطلع من وراي البيت انت واختي وتاخدوا الحاجة وتنزلهم وطلعه قد ما تخلصوها من غير ما ان يكون موجودين في البيت مش زيما يعني يا اخويا ساعتنا ما بيحتاج حاجة غير كده ونطلع عشان ما انت عارفني ما بحبش اطلع ولا ادخل بيوت حده اصلا العباية السودة اللي كنت بقولك مش لقياها وانت تقولي شوفها جاي تكون عند ممتك ولا اختي ولا حد ما قال خدها اهيت وراك اهيت اختك ويا طلع حطتها لدهر الكرسي عشان انت بقى تصدعني بس وانت يا سماية احتلعت قبل كده وخدت العباية فعلا وخدت برفنات ومتياج وعجات من حاجتها يعني عشان ألبس يعني وانا خرجها مع اصحاب طب اتفضل يا ماما انزل انت واختي تحت مامراتك فضحتنا وانا مش هسكت عاليش يا ماما انزل يا ماما عندك في الشيء الوقت انا هنزلك اهو استلقي وعدك يا اختي بقى عشان تعرفي ابني وقف في صفي دايما حاضر يا حبيبي اللي انت شايف عمتا لو متدائم اللي انا عملته وعايزت طلقني طلقني ببراحتك بس انا حبيت اثبتلك بس ان انا اللي صح وانت ما كنتش مصدق كلام لأ مش عايز اطلقك بس كنت يعني تصرفي بحكمة شوية بلاش يعني اصد الجروب بتاع العيلة كنت اعملي حتى ما بينه وما بينك وخلاص ايه لازمته يعني عماتي وخلاتي وعماتك وخلاتك والناس كلها تشوف الفيلم ده انا كنت مش عادة افتح ايه بالزبط فلقيتني قلت افتح جروب العيلة واعمل بس مباشر ده ماشي يا ميد ماشي انا نزل لهم تحت اكيد طبعا طلقتها اكيد بعد ما هي فضحتنا كده وفضحتهمك واختك قدام العيلة كلها طلقتها او انت يا ماما مش حاسة ان انت عملت حاجة يعني صغرتينه قدام راتي وصغرتينه قدام كل العيلة صغرتك في ايه يا اخوي اه عملت البيت طلعت تجيب لي زاز الزيت من فوق اي يعني اه خلاص اخطأت اه ازنبت عملت جريمة لا تختفر اه المشكلة ما معايش يا اخوي فلس كنت اجيب زاز الزيت ولا كي السك فالبيت طلعت تجيب البتاعة وما خدت مرة برفان قبل كده كانت عايزة يبرحيتها حلوة يعني وهي عادة مع صاحبتها صاحبتها كانت جايالها البيت وكانت عايزة برفان ريحته حلوة فاخدت من عند مراتك المشكلة يعني بعد ان الباكله من خيرك ومن حاجتك ده بعد ما تقول لي وماله يا ماما وطلعه وفتحت بابه ودخل مطرح ما تحبه وعمل اللي انت عايزاه يا حاج يا حاج عملي اللي انت عايزاه ومارات موجودة في البيت اما تخبطه هي تفتح لك وتقول لها مثلا عايزة العباية الفلانية او ينفع استأزنيها ما كانت تطلع تستأزنها يا حاج تقول لها ان عايزة العباية بتاعتك ولا لها تلي التأم دوت ولا البجلة دي هكذا هتقول لها لأ ما هتقول لها طيب وحضر انت عارف الميضة طيبة وبنت حلال اطلع خبط تقول لها عندك زازة الزيت يا بنتي ما احتجاه هتقول لك لأ ما هتقول لك خد لو كانت قرر ربع الازازة الباية عندها ومعندهاش غير هتقول لك خديه انا عارف مرات لكن ممن وراها وتاخدوا الحاجة ومواجهكم تقول لأ ما اخدناش وما عملناش ونزلها تتأسف وتعتذر وتبصي الايادي ولا انت غلطانة في حق ام واختي وفي الاخر تأسرر قبط كده ويطلع فان هي اللي معاها حق وتقول لطلقتها يا ابني اطلع مين او من اللي غلطان انت ولا هي امتني اخي اخد المفتاح بتاعت ماما مش عايزها عندي لا اطلع لك ولا تنزلي واعتبر امك ماتت ترى ما اطلع في صف امراتك ودوطول ان هي اللي معاها الحق يبقى خلاص خلصنا عشنا وشوفنا المعزة هتعلم أولادها الرباية هتلي حاجة المفتاح بتاع الشقة بتاعت عندك عالك ومدينه هناك عهو انا هاخده حاجة اكده انت لو طلعت وخبطت على الباب هنفتح لك ونرخب بك في اي وقت معلش الحموات الحلوين اللي مفكرين ان شقت ابنهم اللي تجوز ذوت ان شقتهم هي شقتها والحاجة واحدة واخير ابني وحكت ابني معلش الخير ابنك وحكت ابنك اللي انت بتتكلمني فادي جايبها لمراته وعياله وبيته مش جايب هالك هو لو كان جايب هالك كان نزل هالك في بيتك تحت يا حاج عايزة تطلع بيته لازم تخبط على الباب وتستازيني هو دي اللي علمنا كده اه امه 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 ماشي ماشي بس في حدود يا حاج ما انفعش تطلع وتفتحي بالمفتاح وتدخلي وتبقبشي وتدوري والبيتها تفتح من القضة النوم تخرج تلاقيك في وشاعة وتولي لها ايه بتبني اتقل له شوية واللي ترضوه على بناتكم ارضوه برضو على مرات ابنكم وما تنسوش صلى على نبي في كومنتي وتقولوا ايه رأيكم في اللي حصل حتى المفوضة انا طلقها فعلا عشان فضحة ام واختي ولا هم اللي فضحوا نفسهم بنفسهم والتصرف اللي انا عملته مع ام واختي كان صح ولا انا غلطان كان مفوضة اصيب لهم برضو المفتاح بتاعي معاهم لسه في البيت تحت هستنى رأيكم في التعليقات بس من غير تجريح ولا اهانة عشان حاماتها هتشوف التعليقات اللي هتنزل دي